كان القوم في منطقتنا العربية وما يسطلح على تسميته بالثورة المضادة أو محور الثورة المضادة كانوا منغمسين ومنهمكين إلى آذانهم في شيطانة ما يسمونها الإسلام السياسي الإسلام السياسي الإسلام السياسي ويبيعون هذا الكلام على الناس ولو تأمل المسلم العادي ما معنى الإسلام السياسي لوجد أنه الإسلام يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطمة الوداع نص تاريخي من أعظم النصص التاريخية في الإسلام السياسي التخلص من الرباء الحسان إلى الزوجة الحسان إلى الأهل العلاقات الدولية تجريم الحرب الأهلية أشياء في منتهى الجمال والعلاقة مع المرأة وحقوق الإنسان نص تاريخي عظيم فهو إسلام السياسي تكست في الإسلام السياسي في الإسلام في حد ذاته نص سياسي بتشوفوا القرآن الكريم والسنة النبوية فالقوم دأبوا على شنطنة الإسلام السياسي الإسلام السياسي الذي بربطة العنق أردوغان ربطة عنق أردوغان وبمظهر المرسي الجاكت والبدلة وهذا الإسلام والغنوشي بتقافته الإنجليزية والفرنسية ما أدريش هذا الإسلام السياسي جاب لهم صداع عنيف جدا واستحلك ملياراتهم أو بلايينهم التي يعني بعثروها في القاهرة وفي في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا بكي الإسلام السياسي يضعون في الزاوية وعلى اللوبيات في أمريكا وأوروبا وحاصروا بلدا يعني قطر لأن هناك خوفا من دعم الإسلام السياسي ثم أتاهم الإسلام السياسي من حيث لهم يحتسبوا أتاهم إسلام السياسي مخيف آخر يعني من نسبة لهم لم يمر لهم ببال وكأن الله عز وجل قال فأتاهم الله من حيث لهم يحتسبوا جاءهم الإسلام السياسي المعمم الذي وليس لديه ليس لديه حلو الوسط معمم ومسلح وجاء هذا الإسلام السياسي واكتسح الأرض في أيام قليلة وهزم أعتى قوة على الأرض حتى أن هذه القوة قال كبيرها كبيره الروب قال لا قبل لنا بهم هذه التي هزمت أعتى الإمبراطوريات وهذه مقبرة الإمبراطوريات فالقوم شحروا بالرعب نحن كنا نحارب الإسلام السياسي الناعم فكيف أتى لنا هذا الإسلام السياسي الخشن وكيف نحتاله في مقاومته فلذلك نحن نفهم لماذا الدعاية دعاية الدور مضادة مسعورة محمومة يعني فيها نوع من المهنية دعاك من المهنية فيها نوع من الجنون الممزوج بالحمق والغباء هم يخشون أن نجاح الطالبان في أفغانستان سيشيء يلهم 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 سيكونهم إلهاما طبعا هم يخافون من ذلك يلعبوهم ذلك هذا نجاح الطالبان ليس نجاحا بسيطا والذلك سموها الإخوانية بعضهم سموها طالبانك إخوانية في خطاباتهم نجاح الطالبان هو إلحاق هزيمة بأكبر إمبراطورية في زمننا المعاصر وتمريغ أنفها في التراب ولذلك ولذلك هم حزنوا جدا لأنها هزمة يعني هزمة وقبل كيف تهزم قلوا كيف تهزم قلوا كيف تهزم أمريكا لدرجة الممدوح المهيني ومدير القارة العربية الحدث أودي قلت اسمها أنا أعتذرني قلت اسمها كتب مقالة قال لا يمكن لأمريكا أن تهزم لا يمكن فإذا كان الطالبان قد هزمتها فلذلك تفسير واحد فقط أنها هي أرادت أن تهزم أن هي أشتهت الهزيم ولذلك هي لا تهزم إلا بيرادتها فهي لا معقب لحكمها ولا رد لمشيئتها وفي إطار هذا الدكتور وإذا تتعلم ما يعرضوا من السماء وما يخرجوا فيها في إطار هذا بدأ الدكتور حتى لأنه كثير ممن يؤمنون بأنه أمريكا رب العالم لم يستطيعوا أن يستوعبوا أنها هزمة بسبب ظروف لها علاقة بالصراع وطبيعته والجغرافيا فبدأوا يروجوا وأنا هذا سمعته في خاصة بدول العربية أن هذه مسرحية وأن أمريكا خرجت بكيفها وأن هي لجابة طالبان وبينها تفاهمت مع طالبان وأن طالبان هذولا يشتغلوا عملاء عند الأمريكان هذا حتى يلغو من عقول الناس أنه إذا أصررت على مقاومة يعني الاحتلال وصمت في وجه المحتل حتى لو طال الأمر عشر أو عشرين سنة فإنه هذا لا يمكن أن يؤتي بنتيجة لا يوجد إلا أن تسلم لأمريكا بالتالي الطالبان لم ينتصروا إنما سلموا لأمريكا بينما الصحيح الحقيقة أنه أمريكا هزمت كما هزمت حد سوفيتي وبأنه فعلا ما جرى في أفغانستان هو أذكى يعني الشعور لدى المؤمنين بمقارعة الاحتلال بأنه الزمن لا قيمة لهم مدام أن تعد القضية أشرت إليهم يعني هذولا بيثبتوا كم هي السخيفة نظرية المؤامرة صحيح في تفسير الأحداث يعني كيف الولايات المتحدة الأمريكية تتفقوا مع مجموعة صار لها عشرين سنة بتحارب فيهم هذول نفسهم دكتور ترابيق من أنه كورونا مؤامرة دولية هما بيستعملوا ضرية المؤامرة فيهم الذي سنفوهم إرهابيين وفي أمريكا سياستها لا يتفاوضون مع إرهابيين ولكن تفاوضوا معهم اضطروا مرغمين والدول التي بدأوا بالشائعات ضد الطالبان مثل الإمارات أو السعودية أعتقد إنهم يخافون من شيء واحد بأن الطالبان يلهم الخلايا النائمة في هذه الدول ويعطي رسالة للشباب المتهدين ويقول لهم إنهدوا ماداما نهن استطعنا أن نرغم أنف أمريكا والناتو في تراب أفغانستان أنتم تستطيعون أن تقوم عمام التواغيط وعمام الزلمة وعمام المفسدين هذا هو أمر الذي تسبب لإقامة دعايات في دول الإسلامية ضد الطالبان استعرف أنا ممكن حتى أذهب إلى أبعد قليلا من ذلك هذه الأنظمة هي لا تحارب الإسلام السياسي تحارب الإسلام وانتصار طالبان في أفغانستان هو انتصار للإسلام هذا هكذا هم يحاربون الإسلام في الإعلام وفي المناهج التربوية وفي العلاقات الدولية وفي العلاقات الإقليمية في كل من المستويات يحاربون الإسلام ثم تأتي هذه الجماعة وتقدم نصرا باهرا يعني زمان الأمة ما شافتش انتصارات مثل هذه هذا ما نقطة تحول حتى الصحافة الغربية شو الصحافة الغربية؟ العناوين اللي سووها الهزيمة الكبرى أمريكا هزمت أمريكا يقولون الريتريتنج يعني الهروب ويقولون إسكيم يعني قالوا إقلام أن أمريكا تحرط للهزيمة وتحدثوا عن نقطة تحول تاريخية وتحرضوا ولذلك يعني لما قال الأخ محمد قضية التفسيرات التي لجوا إليه زي عندنا الشائع في التفسيرات في بعض المعالقين بين المزدوجين السعوديين اللي يقولون خذ أمريكا خذلت أفغانستان خذلت أفغانستان أمريكا خذلت نفس الكلام يقولون عن مبارك أمريكا خذلت مبارك يعني أمريكا أمريكا هي لي أرادت أمريكا هي التي كان بإمكانها لا تخذل لكنها خذلت بمعنى أن الهزيمة مشيئتها وإرادتها وليست شيئا يعني الشعوب لا هذول يثبتون دكتور هم نفسهم يقولون أن عملية الهروب وكسر الأسرى الفلسطينيين لإسرائيل واستخباراتها أن هذه عملية مزيفة وأن إسرائيل هي عملة مسرحية خلتهم يطلع عشان ترجع تتقلهم لأنه يريدوا أن يثبتوا يعني وأن يثبتوا عزائم الناس بأنه لا يمكن يعني الفلسطينيين أن يهزموا الإسرائيليين وأنه إسرائيل دولة عظمى نفس هؤلاء الذين يسخفون من يعني النضال اللي خضطوا طالبان ضد الأمريكان هم نفسهم الذين يؤلهون الإسرائيليين ويسخفون من أي عمل في مواجهتهم هو وخضاء النفاق منذ عهد المرجفين في المدينة ما تغير لا أتكلم عن قبة الحديدية كيف يعظمون من شأنها ويقللون من شأن الصواريخ المقاومة والمفارقة أنه ما حصل في أفغانستان وضع هؤلاء في مأزق حقيقي لأنهم كانوا يحتفون ويحتفلون بما يسمى بهزيمة الإسلام السياسي في المنطقة فإذا بهم يفاجأوا بإسلام سياسي مغلب في أفغانستان وليس هذا فقط في الحقيقة هم يبعثون برسالة لأنهم كانوا يحتفلون بهزيمة بين ظفرين الإسلام السياسي في المنطقة ليس عبر صندوق الاقتراع وإنما إما عبر التزوير أو عبر انقلابات عسكرية الإسلام السياسي في مصر لم يطح به بصندوق الاقتراع الإسلام السياسي في المغرب لم يسقط بصندوق الاقتراع في الحقيقة لأن هناك نوع من التلاعب بصندوق الاقتراع وبنتاج الانتخابات ما حصل فيه نعم على كل هذا التحليل هذا صحيح ولكن التلاعب حصل الملك أراد أن يسقطهم واستخدم عدة وسائل لإسقاطهم فأنا أقول أن هذه المفارقة أيضا لافتة جدا لأنه كأن النخبة وكثير من الأنظمة ينظرون لفكرة هزيمة الإسلام السياسي حتى وإن كان الأمر عبر انقلابات وعبر أسليب غير ديمقراطية ويبعثون برسالة في الحقيقة للشباب المتطلع للتغيير والمتطلع لمستقبل أفضل أنه خيار الانتخابات خيار العمل السياسي السلمي ليس هو الخيار الذي يجعلكم تصلون للسلطة وتحافظون عليها وإنما خيار طالبان وإنما خيار طالبان فضلا على هذا هم يخوفون من طالبان كأن المرأة مثلا في المنطقة العربية وفي المنطقة الخليجية تنعم بحرية التعبير وحرية التنظم السياسي وتنعم بحقوق الإنسان سجونهم ملأة بالنساء الحقيقة أحيانا سجون الطغام من المحيط إلى الخليج طالبان في تقديري منذ أن تأسست إلى اليوم لم تقتل مثل ما قتل بشار الأسد يعني فهؤلاء أنظمة فعلا غريبة تشيطن حركة تدافع عن أرضها وتدافع عن تاريخها وتحارب دولة محتلة يشيطنوها بينما هم يقتلون شعبهم ويعني يغتسبون نسائهم ويصادرون كل أشكال حق التعبير والتنظم ثم يريدوا أن يعطوا دروس لطالبان بأن تعطي الحرية للمرأة وأن تبارس وهي مفارقة غريبة خطيرة جدا كما تفدلت يا أستاذ أول شيء شوف في أفغانستان الآن يعيشون 36 مليون نسمة هذا التعداد السكان 36 مليون 36 مليون كل الدعايات والضغوط على حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة ليش؟ لأن المرأة نصف المجتمع يقولون طيب أحسن إذا أنتم تريدون حقوق المرأة وتريدون أن تبنوا مستشفيات لهؤلاء الأمهات التي يلدنا ويموتونا بدون التبيب مرحبا هذه الحقوق تعطيهم خبز والرغيف هذه الحقوق تعطيهم حق التعليم والعمل هذه الحقوق نريده ولكن الحقوق تعريفه عندهم غير تعريفنا اللي عندنا حقوق عندهم أن يكونوا متبرجات فقط أن يكون متبرجات أن يخرجوا بدون إذن الوالد والوالدة والزوج وكل شيء وبالتالي أنا أقول لكم الآن شوفوا الطالبان لا يوجد فيه في كل أفغانستان الآن سجين سياسي أو فكري واحد مع علم في دول الإسلامية ودول الخليج مئات بل آلاف سجناء الفكر وأيضاً أنا أقول لك يعني خلينا وقي سجون السعودية العلماء كلهم في السجون السعودية نعم الآن أقول لك يعني لكون نكون واقعين السلفيين الموجودين في الدول الإسلامية الآسية وفي دول الخليج هم عانف وأشرس فكرياً من الطالبان ولكن شو ميزتهم هم يفتون ويكفرون الشعوب والأناس والعلماء وينقادون للحكام هذا ليس لولي الأمر هذا هو إسلام الموجود عندهم أما الذي هو يتكلم يعني الإسلام دين نظام لا بد أن يحكم ما جاء لي يكون في المساجد أو ما شوف الحديث المعروف اللي امرأة من الخزعة سرقت جاءوا ناس وقال يا رسول الله هذا جزوره لقبيلة قريش إذا قطعت يدها يكون سعب ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاتمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها الآن يعني أنا قزدي قزدي لماذا الإخواننا السلفيين في المصر وإخواننا السلفيين في دول الخليج وفي دول أخرى ليس لهم كلمة واحدة كلمة واحدة ليسوا سوا ليسوا سوا شوف أخي أنا والله أنا كنت أستمع إلى خطابات هذا الشيخ حسن لا لا في المصر حسن حسن ياقوب ولكن شهادته أمام المحكمة والدعفه أي أسني لن أسمع إلى خطاباتي يا أخي كان أحسن من غيره كان أحسن من محمد حسن على سوء الجميع لا بالنسبة صح أما في الكل في الكل بس هو من باب الإنصاف لا لا كلمة الحق عند سلطان وحاول يتأول ويمتعد يعني هو الإنصاف هذا تيار ممن يدعون الانتماء إلى السلف لكن في سلفيين ليسوا مثلهم هناك سلفيون مناضلون وفي السجون نعم سهل وبعدين أنا أريد أكمل شوف الآن نأتي على الحقوق حقوق 36 ميلون شاب الأفغانية الآن أنوال كلها مصادرة عند أمريكا والشاب منذ ثلاثة شهور ما عندهم رواتب ما عندهم أنا يوميا باتصال مع إخواننا ليسي الحكومة الأولانية ما أعطتهم رواتبهم آخر شهرين لم يتعلم لأنهم أخذوا الفلوسة بره سرقوها سرقوا بالأليكترات وشوف الناطق رسمي باسم الطالبان عالا قال هنا كان فلوس في بنوكنا ولكن أخذوا كله وما تبقى عند أمريكان هو جمده من أين ناتب الفلوس شوف أخي لا لا أنا أريد أكمل هل 36 مليون إنسان في أفغانستان حق أم فقط حق المرأة فهم تكاستي أنا أتكلم عن عندنا مثلا في خطاب الدعاية اللي عندها تركيز على حق المرأة بشكل يعني غريب جدا المشكلة أنهم يتناولون قضية المرأة في أفغانستان تناول يعني ليس له يعني منظور قيمي محلي عندنا في السعودية يقولون مثلا في العربية وفي الشقة الأوساط وفي غيرها وفي عقاد وغيرها أن الطالبان تضطحد المرأة الأفغانية فتفرم عليها الحجاب يعني هذا أصبح الآن قمعا وافتهادا مع أنه كان في السعودية موجود يعني موجود شكله بعضا الذين يمسكون بالمنابر الإعلامية هؤلاء ملاحدة يعني أخذني أقولك بس بغض النظر عنهم ملاحدة أو لغة ملاحدة أنا أتكلم عن إيش مضمون الخطاب هذا مثلا هم يقولون مثلا أن طالبان تواصل اضطهاد المرأة وتفرض فصل الجنسين في التعليم نعم وهذا كلام أخذ مساحة هائلة في منصات الدعاية صح أن فصل الجنسين مع أنه نحن يعني كل الناس درسوا في الجامع درسوا كان في أجيلي هو النمط السائد كان عندكم فكيف يكون التطرف موارسة سعودية قديمة وحديثة وكيف تلون طالبان على شيء أنك تمارسه أصلا وأنت أصلا ربما لم يعرف إلا عندك فهذا اللي يصير قضية أنه لما هم الآن يتنصلون حتى العربية عندكم يتنصلون حتى يتنصلون من تاريخيا من كل تاريخيا هذا الثور أيضا له علاقة باختطاف الدين هو في ماركة مسجلة الآن الدين هو دين موجود في السعودية لا تريد السعودية أنه أي شخص آخر يقول أنه في دين آخر غير طريق هذا الدين سأجيب عنها هو الدين تحت السلطة وفي خدمة الحاكم سأجيب عنها النقطة هم الآن مثلا من السخريات التي استخدموها جابوا نساء فتيات وشبان في جامعة وبينهم حاجز فقالوا ستارة طالبان التعليمية يعني باب السخري يعني ليس فقط حملة هي حرب الحقيقة حرب مفتوحة يعني شلسة وقذرة يعني وبعدين هذه تتجاهل قيم الناس القيم الناس في المملكة تتجاهلها أما قضية أنه هل فعلا يعني هو الدين فقط موجود فهو في قناعة أن الدين يجب أن لا يتجاوز هذه المقرأ جزيرة العرب وأن الدين إذا الناس آخرين إذا قوم آخرون أتوا بالدين فيجب أن ينظر إليهم بالشك ويجب أن ينظر إليهم بالريبة وإذا رفعوا عالم على إله رحمة الله رسول الله فلا لا يقبل هذا الشيء هناك نوع من زي نوع من التنافس وسأروع من الاحتكار للدين وهذه الحقيقة يعني شيء مرضي نوع من الخطاف لا يمكن من حقيقة هم لا يريدون التعليم هم يريدون إشعة الفحي أنا عارف أنا فاعل ولا التعليم تعليم يمكن كل الإنفراد أيضا هم يريدون يعني تحييد الدين يعني هو الدين محرك أساسي في حياة الشعوب في المنطقة الدين هو يعني يعني خلينا نقول العامل الوحيد المشترك بين هذه الأمة وامتدادها من محيطة الخريج والعالم الإسلامي كله هو المحرك ضد الظلم هو المحرك ضد الاستبداد هو المحرك ضد مصالح الغرب وبالتالي هم بدهم يعني اختطاف الدين وتحييده وتصديق قوالب من الدين نماذج كالتي موجودة مثلا في السعودية بأنه فيه هناك شكل من الحاخامات موجودين وهم يعني يشرعون ما تقوم به السلطة وفقط هذا هو وبالتالي الصراع في أصله له علاقة يعني يعني بالهيمنة وبتحييد الدين في الصراع مع قوة للسبداد ومع أيضا يعني الغرب ومشاريعه هذا اللي ذكرته قبل قليل مهم جدا على فكرة هو انتداد لما كنت تتحدث عنه أن الدين هو ما يراه السلطان طبع يعني هذا له مظاهر له تجليات يعني هو يمكن أن يحلل ويحرم وكأنه موحى إليه من السماوات العلاء من أبسط النماذج خطمة الجمعة اللي بتكتبها وزارة الأوقاف في بعض الدول العربية وتوزعها على الخطباء وتلزمهم بأن يقرؤوها إرضاءا للسلطان هو كل من يجتهد خارج هذه الدائرة هذه النظرة لا يعتبر دينا صحيح الدين هو ما يرضى عنه هذا السلطان وفجأة صار كانت قيادة المرأة في السعودية حرام ويعني ممنوعة شرعا وفجأة صارت فتوى شعية حلال وبالعكس مباحة فجأة كان موضوع والله الحفلات الغنائية حرام شرعا وفجأة بقرار ديني يعني نفس الذي أفتى بحرمة إقامة الحفلات هو أفتى بجوازها ونفس الذي أفتى بتحريم قيادة المرأة هو نفسه الذي أفتى لم ترصت الفتوى بإجازة الحفلات الغنائية فيما أعلم لا بالقيادة أوكي نعم بالقيادة أوكي وكذلك خطاب الديني لا خطاب الديني لم يعترض يعني الاعتراض كان محدود والذين اعترضوا ويوجد خطاب ديني تبريري يعني شكله بآخر والذين كانوا يريدون يعترضوا ومش موجودونهم في السجون كيف يعترضوا وكيف يكون لهم سوى على الموتردين قصة الأندية لعب الورق هذه ويجيبوا يجيبوا إمام حرم عشان يبرر ويشرع ونحن مش ضد الإصلاح منح المرأة حقوقها والإصلاح وحتى إطاءة حق القيادة هذا مطلب مشروع حقيقي ونحن ندعمه لكنه تحول لأداة سياسية والمأساة أن اللواتي ناضلنا من أجل هذا الحق في السجون الآن طلعت واحدة منهم يمكن لجين الهد بس يقول أنها رجعت بس يجيب مرة أخرى لاي؟ مع علمي أنها رجعت بس مراقبة يعني أنا مراقبة بشكل أوي آخر أنا سمعت أنها رجعت لأنها لم تلتزم بالتعهدات التي وخذت عليها هذا إفهمت لكني أرجو أن أكون مخطئ على كل هلنا أعتقد مسألة لا سلفيين هو مسألة العلاقة بأنه إذا كانوا سلفيين في خدمة الحكام فهم مقبولين ومرحب بهم ويحفظون ويحفظ مكانهم في المجتمع إذا كانوا سلفيين أو إخوان بلتهم رد الحاكم فيتم التنكيل بهم وإعتقالهم الدين ليس هو المحرك الأساسي لدى الحكام وإنما موقف هو أداة الدين هم يستخدمونه أداة مثل ما كان يحصل في العصور الوسطى في أوروبا دور الفاتيكان والكنائس وإلى لماذا الأوروبيون تعلمنوا وثاروا على الدين وأصبح الدين بالنسبة لهم شيئا من الماضي لأن المؤسسات الدينية التي كانت تدعي النطخ باسم الإله كانت شريكة في الظلم في الاضطهاد في الفساد في سرقة أموال الناس في بيع الجنة والنار أشياء العجيبة أنه ينتقد طالبان وأداءها ويتحدث عن اختطاف الديمقراطية وأن هناك حالة من تقييد الحريات هي الأنظمة الدكتاتورية يعني مثلا نظام السوري هو ضد طالبان وما قامت به هو نظام دكتاتوري قتل ثلاثين أربعين ألف واحد والنظام مصري اللي بيعتقد ستين ألف وقتل ثلاث ألاف في يوم واحد هو ينتقد وكأن هؤلاء يعني هم يقدمون نظريات في الديمقراطية والتحول الديمقراطي ومعهم الأنظمة الخليجية التي صباح مساء في الأقنية الإعلامية تقول أن الديمقراطية واختطفت وكأنه لدينا برلمانات وكأنه الديمقراطية عبر السناظير وكأنه تداول السلطة يجري في الرياض وفي أبوظبي وفي باقي العواصل يعني لا يحق لكم فاقد الشيء لا يعطيه ولا يحق له أن ينظر فيه موجودك الأيام لما تكلم كاتب سعودي كان يتكلم عن مرسي كان يقول عن مرسي يقول الذي قام به يس